إذن في المقابل أصدرت الخارجية الباكستانية بيانا تدين فيه بشدة تصريحات مسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي أدل بها مسؤول آخر في حزب هراتي جناتا الحاكم في الهند وقال إن باكستان تدين وتشرب بأشد العبارات الممكنة تصريحات للسفزازية والمسيئة للغاية التي أدل بها راجا سينغ مسؤول حزب هراتي جناتا عضو المجلس التشريعي في ولاية تيلانجانا الهندية ضد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي يدلي فيها أحد كبار قادة حزب هراتي جناتا بتعليقات غير محترمة ضد نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال في البيان لقد أدرت هذه التصريحات المهينة بشدة بمشاعر الشعب الباكستاني ومليارات المسلمين حول العالم ولا يمكن الإجراء التأتيبية الرمزية الذي اتخذ حزب هراتي جناتا ضد المسؤول المذكور أن يخفف الألم والمعاناة التي يتعرض لها مسلم الهند وحول العالم من هذه المأساة إنه لأمر مستهجن للغاية أن سينغ قد أطلق صراحه بكفالة في غضون ساعات من القبض عليه ورحب به المتعصبون من حزب هراتي جناتا وعلى الرغم من الغضب العالمي والإدانة لفعل سابق مماثل وخبيث بنفس القدر فإن الحادث الحالي يصلت الضوء مرة أخرى على السلوك المهووس للنظام الهندي الحالي تجاه المسلمين ترجمة نانسي قنقر